تتصاعد والفجوة تتسع داخل البيت السياسي الكردي بسبب تمسك الحزبان الكرديان بمواقفهما بإزاء منصب رئيس الجمهورية إلى جانب غياب التوافق على مرشح واحد يمثل المكون اختيار الرئيس يتطلب توافق بين جميع القوى السياسية لضمان حصول المرشح على أصوات ثلثي أعضاء البرلمان وهو الأمر الذي يراهن عليه الديمقراطي بحكم عدد مقاعده إضافة إلى حلفائه علاقة بين الحزبين القنوات الاتصال ما زالت مفتوحة وما ممكن في الأيام القليلة المقبلة نشهد انفراجه في هذا الموقف المتأزم إن صح التعبير فيما بين الحزبين جميع مفاصل العملية السياسية في العراق هناك تدخلات وضغطات دولية ولكن يجب الإرادة الداخلية الإرادة الوطنية تكون أقوى من هذه التدخلات بحيث نستطيع أن نخرج من هذا النفق المظلم الديمقراطي هو من خلال تصريحات أعضائه يصر على المنافسة للوصول إلى قصر السلام حزب الاتحاد يرى أن موقف الديمقراطي يزعزع توازن القوى الدقيق بين الحزبين داخل الإقليم فيما يتمسك بمرشحه برهم صالح وعدم تقديم اسم ثاني لتمتعه بمؤهلات وخبرة بحسب حزبه البارتي هو الذي يرشح أو يحدد شخصية يكون رئيس الإقليم والاتحاد الوطني الكردوساني أيضا حسب الاتفاق الاستراتيجي حر في اختيار أحد شخصياته وخاصة إذا كانت التوافر فيها الشروط فلا يجوز لأي طرف المداخلة أو التدخل في شخصية المناسبة والمختارة من قبل الحزب الآخر ومع تصاعد صراع الحزبين الكرديين يجري الحديث عن الثلث المعطل حيث يسعى حزب الاتحاد إلى تشكيل جبهة مع الإطار التنسيقي لدعم مرشحه برهم صالح وقطع الطريق أمام الحزب الديمقراطي من خلال تعطيل الثلث الثالث للبرلمان عثم الجناحي العراقية الإخبارية بغداد اشتركوا في القناة